أهلا بكم مزاد خفي غير علني على الطريقة البرلمانية وصاجواء مشحونة بالشد والجذب والفتور في الحوار هناك من يتحرك خفية لجذب أكبر عدد من النواب المستقلين لكن وفق أي طريقة أو آلية في البرلمان الخامس وجود النواب المستقلين بأعداد لا بأس بها يبدو أنه فتح شهية الكتل الكبيرة في محاولة استقطابهم أو استثمارهم بطرق مختلفة أبرزها والأسهل فيها المال السياسي على حد قول أوصات متابعة فهناك وبحسب تسريبات حراك خلف الكواليس لشراء توجهات النواب المستقلين والمقعد الواحد مقابل خمسة ملايين دولار مبلغ مغر جدا وقابل للزيادة حسب ثقل النائب فالمستقل بالنسبة للكتل الكبيرة بعضة قبان بإمكانه التنقل إلى أي كتلة يريد عكس بقية النواب المقيدين بقانون لا يسمح لهم الانتقال إلا بعد تشكيل الحكومة محاولات ضم النواب المستقلين مقابل مبالغ مالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة ملايين دولار اسلوب قديم جديد يتبع خفية مع كل دورة نيابية أو تشكيلة حكومية لكنه سيضع النائب المستقل أمام اختبار حقيقي وهو أما البقاء مستقلا حرا نزيها أو القبول بملايين دولار شرط التحزب والانصياع لرئيس الكتلة التنافس السياسي للظفر بأكبر عدد نيابي من البديه جدا أن يضع بعض النواب لسيما المستقلين أمام مغريات مالية وضغوطات لزجهم في ركب الأحزاب أو تحتاج الباب رئيس الكتلة في محاولة يراها مراقبون لتميع فكرة النائب المستقل داخل قبة البرلمان اشتركوا في القناة